محمد شناوي طبعاً هو اللي هيقود إن شاء الله المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بعد التأكد كمان من سلامته من الإصابة اللي لحقت بيه كدمة خفيفة وفقاً لما ذكروا واق الجمعة مدير المنتخب الوطني على حسابه الشخصي ومسألة الكابتن واق الجمعة إن هو يبدأ بقى التصرحات إنها تكون من خلال حسابه الشخصي دي هتكون أزمة مع الإعلام ونتمنى إن هي ما تكونش يعني خلال الفترة اللي جاية مستمرة لأن في الحالة دي ويمكن الكابتن واق الجمعة كان نجم كبير جداً جداً كلعب كرة خد فترة من الفترات مدير كرة في النادي الأهلي أنا فاكر كواس جداً إن كان بيحصل أزمات مع وسائل إعلام بسبب تجاهل الكابتن واق الجمعة وهو مدير المنتخب وهو المسؤول عن التنظيم فيما يخص الإعلام لأن في النهاية المنتخب الوطني ملوش متحدث رسمي ومدربه أجنبه وبالتالي يجب يحدده بقى متحدث رسمي سواديا السيد فترة من الفترات في أول أسبوع اتقال إن دي السيد هو مدرب المنتخب اتقال إن هو المتحدث الرسمي وبعد كده كان في أول أسبوع فهي مسؤولية واق الجمعة مدير المنتخب وما يكونش في التصريحات تكون من خلال تويتر يعني مش هنعب بقى كل شوية نفتح حساب واق الجمعة الشخصي علشان نعرف أخبار المنتخب وبالتالي لابد يكون بقى في تنظيم للمسألة دي علشان ما حدش يرجع ويقول دي الأخبار غلط أو في مشاكل معه أو الأخبار اللي بتطلع من معسكر المنتخب دي أخبار غلط لأن بتبقى الأخبار صحيحة وإحنا تعودنا من بعض المسؤولين إن هم بياخدوا قرارات وبعدين يرجعوا فيها ثم بعد كده لما ابتظر في وسائل الإعلام يبدأوا ينفوها وشوفنا ده مع أجهزة فنية سابقة سواء كوبر سواء الجري سواء حسان البدري فدي من ضمن الأزمات اللي بتواجه المنتخب خلال الفترة الحالية